نهاردة أول يوم في شهر دل حجة وشفنا الأيام اللي فاتت أفوات كتير من الحجاج المصريين سفروا السعودية لأداء مناسك الحج ويعني تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الراحة للحجاج عشان يؤدوا فريدة الحج بشكل سليم وصحيح كل سنة وحضراتكم طيبين مع بداية العشرة الأوائل من ذي الحجة عايزين نعرف فضل الصيام في هذه الأيام المباركة العظيمة اللي نكثر فيها من عمل الصالحات ونكثر فيها من عمل الخير فريدة الحج كمان هتكلم النهاردة إزاي الحاج يستعد لأداء هذه الفريدة والركن والشعيرة الأهم من أركان الإسلام هتكلم بتفاصيل أكتر مع ضفنا اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر الشيخ محمد علي العليمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أهلا بحضرتك كل سنة وحرك طيب حركوا السلامة المشاهدين بكل خير ربما نبالك في حضرتنا النهاردة أول أيام ذي الحجة أيام عظيمة مباركة فضل هذه الأيام أو فضل عشر الأوائل من ذي الحجة نعم أولا الحمد لله رب العالمين وأكمل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمين اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض عليه الصلاة والسلام كل عام حضرتك بخير وكل المتابعين والمستمعين لنا بخير النهاردة دخلت علينا أفضل أيام الدنيا على الإطلاق الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا الله عز وجل أقسم بها فقال والفجر وليال عشر وسيدنا عبدالله بن عباس وكثير من الصحابة معه والعلماء يقولون أن المقصود بالليال العشر التي أقسم الله بهن هي العشر الأول من ذي الحجة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن أحب الأعمال لله عز وجل في هذه الأيام فالصحابة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله ولم نرجع من ذلك بشيء والواجب على العاقل يا دكتورنا الكريم أن يقتنم هذه الأوقات وتلك النفحات لعل الله عز وجل تصيبه نفحة من نفحات الله عز وجل فلا يشقى بعدها أبدا الأيام اللي احنا فيها محتاجة من كل إنسان فينا أن يعمل النفس فيها بطائة عمل أو رشدة أو جدول أعمال النتيجة من هذا الجدول أن يخرج بالفوز بمغفرة الزنوب وأن يخرج بتحقيق أعلى الدرجات كل واحد فينا حريص أن يحقق أعلى تارجد في أموره الدنيوية بقول لكل إنسان حريص على رضا الله عز وجل حريص على أن يحقق أقصى ما عنده أقول له أغتنم هذه الأوقات الأيام اللي انت فيها دي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق نعم حتى إن العلماء يختلفون الأيام دي العشر الأول من شهر ذي الحج أفضل ولا العشر الأواخر من رمضان أفضل إحنا كتير نسمع العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر وده بصراحة كان محل نظر للعلماء أيهم أفضل اللي ربنا أقسم بهن واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهن ما من الأيام اللي عمله الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام أيام ذي الحجة وللعشر الأخر الأواخر من رمضان ونجد أن العلماء يعني يطيلوا النفس في مثل هذا الأمر وخلاصة كلامهم يقولون أننا لو احتسبنا بالليالي فليالي شهر رمضان العشر الأواخر من رمضان أفضل ولو احتسبنا بالأيام فأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل ليه العشر ليالي أفضل وليه الأيام أفضل في ذي الحجة العشر الليالي في أواخر رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر وليلة القدر خيون من ألف شهر الأيام ذي الحجة أفضل ليه لأن في أيام ذي الحجة يوم عرفة هذا يوم المشهود الذي قال الله عزيزيز فيه وشاهد ومشهود هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الأيام يوم عرفة وخير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميته على كل شيء قدير فرسالة من هنا بوجهها لكل المستمعين لنا اعمل لنفسك برنامج سهل ميسور تستطيعه إن استطعت أن تكون في رحاب الصائمين فاصم الأيام دي لو تقدر تصمها صمها أصمها ليه أصلاحنا بنسمع أن الصيام ما ينفعش وكلام اللي بيتراضي الدوات أقول لحضرتك هذا كلام غير صحيح سيدنا الإمام النووي يحكي لنا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه صلى الله عليه وسلم صيام هذه الأيام سيدنا النبي كان حريص على صيام هذه الأيام وسيدنا النووي يقول وصيام الأيام الأول من زي الحجة مستحب استحبابا شديدا فيستحب لك أن تصوم ليه أصوم؟ لأن الصيام يأخذ من الإنسان وقت طويل فالإنسان يكون فيه في طاع الله عز جل وأفضل الأعمال صيام يومي في سبيل الله ما بالك إذا كان في شهر في شهر حرام كشهرة الحجة ما بالك إذا كان في أيام فاضلة كهذه الأيام طب يا مولانا أنا مش هادر أصوم أنا شغال أنا تعبان أنا طبيعة شغلي مقدرش أصوم معها أقول له لا يفوتك صيام يوم معرفة ليه صيام يوم معرفة يا مولانا؟ عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن صيام يوم معرفة النبي يقول أحتسب على الله يكفر سنتين سنتين اتنين بصيام يوم سنة فاتت وسنة جاي ده اللي علمنا كده سيدنا النبي الأمر الثاني لم تستطع الصيام أو مع الصيام في هذه الأيام يستحب التهليل والتكبير نحن الأيام دي ننشر فيها الفرح ننشر فيها البسمة صحابة سيدنا النبي لما تدخل عليه من الأيام ذي الحجة يهللون ويكبرون حتى سيدنا عبدالله بن عمر يبعد أولاده كده للسوء عشان يكبروا يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فالناس في السوء يشوفوهم فيكبروا بتكبرهم فأحنا عايزين ننشر هذه التكبيرات وهذه التهليلات ننشر ده إحنا أيام في خير أيام الدنيا فنبقى فيها في فرح وسرور وسعادة واطمئنان وكل إنسان فينا يكون حريص أن يغتنم على أقصى وجه قدر طاقته وقدر استطاعته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله يا شيخ إحنا ندعي أن ربنا يتقبل منا صالح الأعمال ما أعتقدش أننا نبقى شغلين بلنا قوي العشرة الأواخر من رمضان أفضل من العشرة الأواخر من دلحجة ربنا يتقبل مننا سواء هنا أو سواء هنا والله يضعف لمن يشاء أي إن كانت في أي أيام لكن إحنا بنبقى عايزين نغتنم أكبر قدر من الحسنات وعايزين نبقى طمعانين دايما في أكبر قدر من المغفرة وطمعانين في كرم ربنا حالتك قلت فضل الصيام اللي ما قدرش يصوم يقدر يعمل إيه تاني أبواب الخير كثيرة ورحمة الله واسعة ولم يوقف الخير على حد الصيام لو أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يصوم استطاع أن يحمد الله وأن يصلي ويسلم على سيدنا رسول الله وهذا أمر سهل أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لو أن سيدنا النبي قلنا خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لا هو الملك ولو الحمد وحمد وحمد وكل شيء قدير محتاجين أن نفهم ثقافة الفعل الخير فعل الخير ليس قاصرا على القراءة في المصحف ليس قاصرا معاملتي لك بالإحسان هذا من فعل الخير إحساني إلى الوالدين من فعل الخير إزالة الضغناء والخلافات بيني وبين صديقي في العمل من فعل الخير نشر البسمات والضحكات في وجه الناس من فعل الخير نعم ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأحنا عايزين نفهم معنى الخير بصورته الواسعة الذي قال فيه ربنا وفعل الخير فمطلق عمل الخير في هذه الأيام له كثير من الأجر وله مزيد من السبب نسأل الله يتقبل منه يعني يا مولانا عايز واحد من ثلاثة بسيطة بشكل كده أقول لحضرتك ما تستطيع أن تفعله من فعل الخير فعله طب دلين يا مولانا أو ارشدنا أقول لحضرتك في هذه الأيام إن استطعت أن يمر عليك يوم دون أن تقرأ وأنت تقرأ فيه من كتاب العجل ففعله أعمل لك ورد في هذه الأيام في قراءة الكرآن أعمل لك ورد في هذه الأيام في الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأيام دي تراجع نفسك وراجع حساباتك أنت ظلمت مين؟ أنت اعتدت على مين؟ أنت أخذت حق مين؟ أنت بغيت على مين؟ أنت عملت أي وحد مش شايفك لكن الله يراك فأنت بتزبط نفسك وتراجع أمورك حتى تزيل هذه المظالم لأن نحن ممكن بعض مننا للأسف بيتساهل في ظلم زميله وفي ظلم صاحبه وأصل عمل فيه الحركة كذا وأصل عمل فيه الفصل الفلاني رغم أن مظالم العباد يا دكتورنا الكريم وأستاذ الفاضلة لا يغفرها الله حتى يغفرها صاحبها مظالم العباد لا يكفرها أي عمل صالح إلا إذا عاف عنها صاحبها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كده الدووين سلاسة دوان لا يعبأ الله به وديوان لا يغادر له منه شيئا يعني إيه أنت عايز تقول لي عايز أقول لك أن سيدنا النبي يقول لك أن الزنوب اللي أنت تقع فيها دي ثلاث أمور واحدة منهم الله عزيلا لا يعبأ بها يغفرها لصاحبها وهي التي بينك وبين الله فبمجرد أن يتوب العبد إلى مولاه وأن يرفع يده إلى الله ويقول يا رب توبت إليك ويندم على ما فعله ويعزم على عدم الرجوع لهذا الظلم في الهؤاد نعم ما هو العزم هو الصدق واليقين في هذا يكون عازما أنه لن يعود لهذه الزنوب مرة ثانية تاب الله عليه وعافعا أما مظالم العباد يا أستاذ حد خدم الإنسان مبلغ بسيط دون علم حد ظلمه في كلمة حد عمل كذا بقوله ده أمر خطير جدا وأمر صعب جدا حتى لو كلمة؟ ولو كلمة ده أنا أقول لحضرك فعل سيدنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم فيجي يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدوان دوان مظالم للباد لا يغفره الله حتى يغفره صاحبه يعني أنا لو رطح جيت يا مولانا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع من حجه كيوم مولدته أمه أقول لك هذا فيما بينك وبين الله والله لو ضللت تحج عشرة أعوام وأنت في كل عام تقف على عرفات وتدعو الله أن يغفر الله لك وتدعو الله أن يتوب عليك وتدعو الله وتكسب الأعمال الصالحة فإنك قد افتقدت رقنا من أركان التوبة وهو رد المظالم لأصحابه سيدنا النبي كان حارس جدا أن يعلمنا الملمح دوات قولا وفعلا أنت متخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في مظلمة عبد النبي موقف بس سريع كده هو النبي بيسوي الصفوف وسواد يتقدم على الصف النبي بقول لهم استوهم أقفوا مزبوطين في يجي سواد يقف شوية قدام الصف ويجي شوية يرجع وراء الصف يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معه شيء يشبه إيه عدل يا سواد؟ استوي يا سواد يقوم سيدنا سواد يقول للنبي أوجع تاني يا رسول الله ألم تاني يا رسول الله المنبي أعيز إيه ماذا تريد يا سود يقول أقيدني من نفسك فالله بعسك بالحق أعايز إيه من سيدنا النبي يا سود أعايز يقتص من سيدنا النبي مظلمة عبد والله مش مظلمة عبد النبي يبقى حريص غاية الحرص النبي يكشف عن بطنه ويقول لسود إقتص مني يا سود إيه لسيد نبي ي situations ده أنت سيدنا النبي ده أنت حبيبنا ده أنت رسولنا ده أنت قائد بتسول معرك يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يجب عليك أن تتخلص من مضالع العباد في التو واللحظة قدرة قدرة يعلمنا كمان أعتقد يا محمد أنه كمان لا يستهين بمشاعر الآخرين يعني ما قالش لا ده أنا بسوي الصفوف يعني سيدنا النبي قدر أن قدرات الناس على التحمل وعلى تقبل الألم مختلفة ولم يتلمس لنفسه عزرا صلى الله عليه وسلم وسواد ما كان اللي يقص من النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل من سواد أنه حضن بطن النبي وقبله وده من جمال وسلوكيات سيدنا النبي اللي أحضر بيها دايما صلى الله عليه وسلم طيب إحنا دلوقتي في أيام مباركة ضيوف الرحمن بدأوا يتوافدوا في صورة جميلة جدا صورة بيضاء كده حنشوفها إن شاء الله حوالين الكعبة خلال أيام المقبلة السؤال بنسأله كيف أستعد كحاج لهذه الرحلة الأهم في حياتي هي الرحلة الإيمانية والروحية الأهم في حياة كل إنسان وربنا يا رب يكتبها لكل مشتاء لو بدأت من هذه اللحظة أستعد لهذه الرحلة ونويت أن أقوب بأداء فريدة الحج لهذا العام ما الذي يجب أن أقوب؟ نعم ده سؤال مهم جدا ونحن نقول لكل إنسان يريد أن يحج بيت الله الحرام وعزم النية اعلم أن الله قد استفاق ومن عليك إذ أراد بك أن تزور بيته وإعلم أنك ضيف الرحمن الله جل هو الذي يضيفك وهو الذي استفاك لتكون من يطوف في بيته ومن يسعى في بيته فاعلم أن هذه منحة لك وإذا كانت المنحة عظيمة يا دكتور تحتاج لكثير من الإعدادات وكثير من الترتيبات إحنا لما نكون رايحين أي رحلة نبقى حرصين إحنا نشوف إيه اللي إحنا محتاجينه وأنا بقول للحاج ماذا تريد من رحلتك أو أنت رايح ليه أنا أريد يا مولانا أن أرجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفص ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أم أقول له استنى بقى أنت محتاج تعمل لك تجاهز كأشان تطق وتجاهز نفسك قبل ما تتحرك من بيتك واجب عليك أمور ينبغي أن تتعلمها أولا الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل ورد المظالم لأصحابها فلو أنا بينك وبين أحد الناس مظلمة فأقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لو عند أخيه مظلمة فليتحاللها منه اليوم قبل أن لا تكون درهما ولا دينار يعني أنا ظلمت حد أنا اعتدت على حد أنا أخذت ملحة أنا عملت أي مظلمة أزيد حد الكلمة حتى ولو حتى بوجه قابلته بوجه سيء يعني بقشرت فشه وهذا ترتب على هذا السلوك مشكلة بالنسبة لهذا الإنسان أقول لك فليتحلله منه اليوم ده كلام سيدنا النبي لي سيدنا النبي قال لك قبل أن لا يكون درهما ولا دينارا أروح أقول له يعني لواجه الله أستسمحك يعني سامحني طب يا مولانا أصلا ما ظلمتوش أصلا ممكن يكون حصل سوء تفاهم أقول لك المكان اللي انت رايحه مش محتاجي الكلام ده أقول له يا أخي سامحني لواجه الله لطالما كنت ظالما له لطالما أسأت في حقه لطالما أعتديت عليه يبقى نتوب إلى الله عز وجل ونرد المظالم من أصحابها الأمر الثاني أقول لك احرص أن يكون الحج من خالص مالك الطيب لا يدخل فيه مال قبيس ليه لأننا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن فيه مجموعتين فيه جماعة لما يقول لبيك لبيك اللهم لبيك فقول لبيك وسعديك والخير بيديك زادك حلال حجك مبرون غير مأجور وفيه صنف تاني يقول لبيك هيقل له لا لبيك ولا سعديك ليه زهبت وتعبت وتبهدلت ليه الكلام دي يا سيدنا النبي مش طبيعي كده زادك حرام مسيرتك حرام طعامك حرام انت ماشي كل التكت المالي بتاعك كلها حرام فينوب من الحج التعب والبهدلة فلما تيجد حج كن حرص أن يكون من المال الطيب الخالص الأمر الثالث بقول لك وانت ريحت حج يجب عليك أن تتعلم فقه الحج ليه فقه الحج؟ عشان ما تقعش في مفسدة من المفاسد أو تقع في حرج من هناك وربما يكون مفسدًا لحجك أصلا وأنت لا تدري طب سيما قلنا الأمر صعب والأمر مش ميسور وقعد أتعلم أقول لك الأمر أصبح ميسور جدا قديما العلماء كانوا حريصين أن يخصوا مناسج الحج بمؤلفات خاصة بالحج وإحنا في الهيئات العلمية الآن عندنا في مركز الأظهر العلامة الفتوة الإلكترونية عملنا دليل اسمه دليل الحج والغمرة صغير جدا كل معلومات الحج الذي يريدها الحج والأمور التي تعني الحج والمسائل التي يحتاج إلى الحج مزود بالصور وده سهل جدا أن نحصل عليه مجاني من الأظهر الشريف مركز الأظهر العلامة الفتوة موجود على كل الوسائل الإلكترونية ممكن في تليفون حضرتك في الآيباد حضرتك موجود مع حضرتك في كل مكان تعلم فقه الحج ليه بتعلم فقه الحج عشان أبقى أنا عارف وأنا بسحع إيه حكم الساعة عشان أبقى أنا عارف حديث سيدنا النبي من حج فلم يرفص فبالتالي لا أدخل في هذا الباب عشان أبقى أنا حريص وأنا وقف بعرفة النبي صلى الله عليه وسلم والعرفة كلها موقف ورفوع عن بطنورة أبقى أنا متعلم تلك الأحكام يعود علي هذا يا أستاذنا الكريم أن الحاجة لما يذهب لهناك هو منشغل بعبادته منشغل بطاعته منشغل أن يحقق أعلى الدرجات حريص على أن تكون عبادته عبادة سليمة عبادة صحيحة ليس فيها شيء من هذه الأمور التي تفسدها وبالتالي يكون إن شاء الله إذا كان الحج صحيح نسأل الله أن يكون مبروراً وأن يعود من هناك كيوم من ولدته أمه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المسافر أكيد ذاكر كويس قوي هيعمل إيه وحيحج إزاي اللي بيروح ويشوف الكعبة الأول مرة هل بيبقى له طريقة يستعد بيها يعني فرحته برؤية الكعبة الأول مرة لو هو ما كانش اعتمر قبل كده أعتقد أن دي لها أداب بحيث أنه هو يدخل الفرحة ويدخل الطمأنينة والسكينة على قلبه وهو بيشوف الكعبة الأول هو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لما الإنسان مجرد أن يدخل يرى الكعبة أن يدعو الله عز جل اللهم زيد هذا البيت تعظيماً وتكريماً وتشريفاً حقيقي يا أستاذ يا أستاذ أن رؤية الكعبة نسأل الله أن يرزقنا رؤيتها وقال لي يحرمنا منها اللهم أمين يا رب لها واقع في النفس كده تتخيلي أنك ترى يعني هذا الحجر من الجنة كما علمنا صلى الله عليه وسلم فهذا الإنسان هذا الإنسان يرى بعينه شيئاً من الجنة هذا أمر يعني الإنسان حينما يرى الكعبة يعني لا يشعر بأي شيء من متعة الدنيا أو ملازاتها ولا يؤثر في أي شيء وقد ورد أن الدعاء عند رؤية البيت الحرام أو عند رؤية الكعبة له أن الإنسان في أول رؤية له للكعبة له دعوة المستجابة وكثير من الولماء يذكرون هذا فأقول لكل إنسان يعني يرى الكعبة بصورة مباشرة لا تنسى أن تدعو الله بالدعاء الذي علمك إياه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسى أن تدعو لبلدك أن تقصها بدعوة صالحة ادعو الله لها فعلى الله زل أن يتقبل منك وأن يصلح ما فيها وأن يعينها على كل ما يعتريها من مشكلات أو محن ادعو الله لنفسك ادعو الله لأولادك لا تنشغل بغيرك ولا تنشغل بمن حولك وبقول لك لما ترى الكعبة وده أدب ومشكلة أحياناً بنلاقيها من كثير من الناس كلنا يا أستاذة الفضيلة بنبقى حارسين أبو نفسها نمسك الكعبة ونلمس الكعبة وعايزين نقبل الكعبة وحقيقة ده فعلاً شعور يعني يا رب لا تحرمنا منه ويا رب يسل لنا يا رب هذا في كل ما نستطيع لكن بيحصل مشكلة إيه المشكلة؟ إن ممكن نعمل حرام أمر حرام نعمله عشان نعمل سنة والنبي صلى الله عليه وسلم زي إيه؟ إحنا عايزين نقبل الكعبة وعايزين نمسك الكعبة ده أمر مسنون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إليه إذا استطاعه الإنسان نعمل حرام إيه؟ ممكن أن أنا إنسان صلحتي كويسة شوية أو أنا قوي شوية فقدام مني حد كبير فأنا بزق الحد الكبير ده عشان عايزة أعمل إيه؟ عايزة روحة نسك الكعبة في النقطة دي برضو يعني برضو من السلوكيات اللي هي فكرة ضبط الانفعال لأنه أحنا نشوف الزحام الشديد والرغبة زي ما حرك قلت كله عايز يصل إلى الكعبة ويقبلها هنا مبطلات الحج عموما عايزين نعرف إيه من حضرتك وكمان فكرة إزاي كمسلم أقوم بأداء هذه الشعيرة أن أضبط سلوكي دون أي انفعال دون أي تهور في التعامل مع الآخرين سيدنا النبي كان حريص في ضبط السلوك دوت وفي ضبط الإنسان نفسه فيعلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله أنه أرضاه عمر رجل ضخم فيقول عمر يا عمر لا تزاحم الناس في رؤية في مسألة تقبيل الكعبة يعني إن تيسر لك أن تقبل الكعبة فقبلها إلا ما تيسر لك فأشر إليها من بعيد ودعو الله ودعو الله وأنا عايز أقول لك أن الأجر على عدم إيزاء الناس هذا أمر واجب أمر واجب والثار أن نسيب الأضعف مني يوصل نعم والله لو أنك أفسحت الطريق لريل كبير لامرأة ضعيفة أحسبه لكان في ميزانك أسقل من أن تقبل الكعبة أنت لأنك حينئذ تكون فعلت الأمر الواجب أنك لم تؤذي خلق الله وأنك لم تعتدي على أحد من خلق الله ولا شك أن هذا له من الأجر وله من الفضل ما الله به عليه إيه مبطلات الحج زي ما أستاذنا بيقول مبطلات الحج أقدر خاصة لحضرك في أربع أمور مختصرين أولا أن يحدث من الإنسان جماع لزوجته قبل الوقوف بعرفة وهو محرم قبل أن يتحلل قبل رمي جمرة العقبة الأولى قبل أن يقف بعرفة يحدث جماع هذا مفسد للحج باتفاق الفقهاء الأمر الثاني ترك الإحرام ما يبقاش عنده نية الإحرام ونيية الحج أصلا ما عندوش هذه النيه الأمر الثالث عدم الطواف الأمر الرابع عدم السعي بين الصفة والمروة وهذا الأمر الأخير فيه خلاف بين الفقهاء الجمهور على أن عدم السعي بين الصفة والمروة من أركان الحج يفسد الحج بتركه وعلى الحج أن يكون حريصا على عبادته أن يسأل أهل الذكر أن يسأل من معه إذا كان عالما وأن لا يتحرج من السؤال وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أداء حجه على أكمل وجه وأتمه فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج بيان عمل الأمة يقول خذوا عني مناسككم فيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام وأن يعيدهم لنا سالمين غانمين اللهم أمين اللهم أتقبل اللهم أمين أشكرك شكرا جزيلا شكرا محمد علي العليمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية شكرا لحظة شكرا لحظة شكرا لحظة شكرا لحظة